كل إنسان هذه من ألفاظ العموم يخبر تعالى عن كمال عدله وحكمته أنه يلزم كل إنسان طائره أين يلزمه به في عنقه ما هو الطائر ما طار عنه من عمله ما اقترفه من خير أو شر العمل ملازم للإنسان كل ما عملته كل ما خرج منك من عمل كل ما طار عنك من عمل ملازم لك يوم القيامة ما في محيص خلص هذه أعمالنا نحن نتكلم نحن نفعل نحن نترك نحن نقول نحن نعمل هذا العمل من قول أو فعل أو ترك خرص كلها نحن ملزمون بها خرجت مننا ما خرج منك عمل غيرك خرج منك عملك أنت طار عنك فهو طائر ولذلك سيحاسب الإنسان بعمله ولا يحاسب غيره بعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر حافظ ضابط يكتب يوم القيامة يوم القيامة إنما تجزون ما كنتم تعملون عمل بن آدم محفوظ عليه القليل والكثير الليل والنهار الصباح والمساء يكتب عليه في كل وقت وحيد لا غفلة لا سهو لا خطأ لا نسيان مكتوب بدقة فإذا مات الإنسان طويت صحيفته وقلنا إن أعمالنا تعرض إن أعمالنا تعرض على الله يوميا في الصبح والعصر ملائكة تصعد بأعمال العباد في الصبح وفي العصر على الله يعني شوف أهمية العمل عند رب العالمين هذه أهمية أعمالنا عند الله لا أهمية عظمى كبيرة جدا لذلك جعل ملائكة تصعد بها يوميا مرتين وفي كل أسبوع مرتين في الاثنين والخميس وفي كل سنة في شعبان وإذا مات الإنسان طويت صحيفته وجعلت معه في قبري فإذا كان يوم القيامة نشرت الصحف ونصبت الموازين وحتى العمل هذا في القبر سيأتيك بصورة بصورة إما أن يأتي بصورة يعني رجل جميل أو يأتي بصورة رجل قبيح حسب حسب إذا كان يوم القيامة نشرت الصحف ونصبت الموازين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يخرج لكل واحد منا كتاب يجمع عمله كله من خير وشر ويعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان أهل السعادة أن الله يجعلنا منهم وإما بشماله إن كان شقيا نستعذ بالله من ذلك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره يعني هو الله وضعنا أمام حقيقة الله وضعنا أمام حقيقة أنت وعملك قرص إيش تعمل يوميا إيش تعمل صباح مساء إيش تتكلم ماذا تترفض ماذا تمارس ماذا تفعل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة لم تظلم ما ظلمك الكرام الكاتبون ما كتبوا عليك شيء ما سويته ما فوتوا عليك شيء سويته كل أحد يقرأ كتابه طب في ناس أميين هناك أميون لا يعلمون الكتاب سيقرؤون يوم القيامة يرزق يعطى كل واحد قدرة على القراءة حتى لو كان أميا لا يعرف حرفا ولا يفك خطا سبحان الله سبحان الله الحضري البدوي القروي المدني يعني العربي العجمي كله كله سيقرأ اقرأ كتابك اقرأ كتابك معناها كل واحد سيكون عنده قدرة على القراءة وقراءة ما هو مكتوب بشكل صحيح جدا اقرأ كتابك أمي ولا ما هو أمي سيعرف كيف يقرأ سيعرف راغما كيف يقرأ اقرأ كتابك ما حد يقول ما دريت ما عرفت فات فوتنا اقرأ كتابك وهذا من أعظم العدل من رب العالمين أن يقال العبد اقرأ هذا اللي عملت اقرأ اقرأ حتى تقتنع لو دخلت النار أنك تستحق بناء على أعمال مثبتة مكتوبة محصاة مجموعة دقيقة وحتى لو دخلت الجنة والمراتب في الجنة لأنه حتى دخول الجنة يعني في درجات مراتب في في يعني من السابقين من أصحاب اليمين من المقربين في يعني مقتصد مقتصد وسابق بالخيرات طيب يعني هؤلاء أيضا يعني لا يظلم حتى ما ينقص درجة هو يستحق الدرجة التي هي أعلى منها ما فيه يعرف كل واحد الموجب للعقاب ويعرف المستحق للثواب يا ابن آدم قال الحسن بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريما حدوم عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل بما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك هذا كلام الحسن عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك كل واحد فينا كتابه الذي يتلقاه منشورا يوم القيامة كان يمليه بنفسه أنت اليوم تملي كتابك أنت اليوم تملي على الملكين أنت اليوم تملي على الملكين أنت اليوم تملينا على الملكين والملكان يكتبان يكتبان فاختر لنفسك املأه بما يسرك املأه بما يضرك اختر لنفسك إدراك المعنى هذا يا إخواني والله يعني عد المسيرة في ترفي يعني فيها أشياء تنبني على إدراك هذه الحقيقة والله لو الحقيقة هذه ننقلها لأبنائنا أنا يعني أطلب منكم بالتواصي يعني بالتواصي فيما بيننا وتواصوا بالحق وتواصوا باله أن ننقل هذا المفهوم لأولادنا ذكورا وإناثا أبناء بنات ننقل بدقة لأنه ملاحظ أنه المفهوم هذا الله في القرآن ركز عليه وكرر هذا معناه هذا مهم جدا معناه لازم يحفر شفت الكلام اللي قلناه الآن هات أولادك ورسخه فيهم ترى والله له أثر كبير لأنه هذا يتذكر باستمرار يعني كل ما واحد هم بحسنة هم بسيئة سيتذكر هذا الكلام سيتذكر وإذا استحضر واحد أنه هو يوميا هو يملي هو يملي كتابه ويوم القيامة سيؤتاه ومفتوحا ويقرأ كل ما فيه كل شيء خجل شيء سر شيء يضر شيء يرفع الراس شيء ينزل الراس كله مكتوب هذا المفهوم جد مهم جدا في تعديل المسيرة تصحيح الانحراف ولذاك والله لو اجتهدنا في نقل إلى أولادنا لأنه حين واحد يقول أنا طيب هذا رمضان أنا أجلس الآن مع أولادي على الإفطار أو مع أهلي على الإفطار إيش أقول لأولادي بيروح الوقت أحيانا بلا فائدة مثلا إيش ممكن يعني نقول كذا جاء استرخاء كذا بعد العشاء بعد العشاء كذا بعد الطعام مثلا مع شرب الشاي جلسة أسرية عائلية إيش نقول هذا الكلم هذا الكلام الآن اللي قلناه الآن قبل قليل يا إخواني تعليقا على قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وليش الله سمى طائره كل ما طار وعملك كل ما يطير عنك فهو من عملك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور ومشورى ومفتوح ونخرجه سيخرج طيب الكتاب المحفوظ وإقرأ كتابك كل واحد يقرأ كلام هذا اللي قلناه الآن عددنا هذا وما كتبه الكرام الكاتبون والرقيب العتيد وإنما تجزون ما كنتم تعملون وكلام الحسن والطوص صحيفة وطوية في قبرك ويوم القيامة ماذا يحدث وكيف سيؤتى وإيش فيه شيء سر وشيء ضر وينبأ الإنسان يومئذ ما قدمه وأخر الكلام هذا يا إخواني نحتاج والله أن ننقله لأولادنا نحن نقول لأنفسنا وننقله لأولادنا جربوا ذلك ستجدون إن شاء الله له أثر علينا وعليهم نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يجنبنا الإثم والفواحشة ما ظهر منها وما بطل